لكن السؤال اللي شغل الناس مبارحه النهاردة أحمد العش أنا نسى بقولك حدثت بعض أخطاء الإعلامية في طريقة التعامل مع الإعلام في الصفقات فتم اتخاذ قرار حاسم بتوحيد من هو المسؤول عن إعلان أي شيء جهة شخص واحد شخص واحد لأن أنت لما بيتكلم أكتر من مسؤول مع اللعب نفسه قد يكون اللعب هو اللي بيعلم قد يكون وكيله قد يكون النادي اللي أنت بتكلمه قد يكون الشخص اللي أنت بتكلمه اعتقد أن الأمر قد انتهى لكن أنت عندك ألية جهاز بيختار بيجس نبض اللعب بيعمل لجنة كرة بيتحدد الفلوس بيتم تكليف مدير التعقدات بيتحرك مدير التعقدات وعندما تنجح الأمور دي كلها يتم الإعلان حدث نوع من استباق الأحداث بعض الشيء على الاعتبار أنها كانت الصفقة الأقرى وهو خطأ لن يتكرر خطأ إجرائي في التفاوض بشأن مش في التفاوض في التعامل الإعلاني أما أحمد العيش مؤكد أنه هو طبعاً مش سعيد لأنه شعر أنه قد اقترب من الأهل لكن في نفس الوقت ما يقدرش يقول أن الأهل ورطني وخلاني أتنازل أو بعني هو أكلمني وأنا قلت له ما تتنازلش عن حاجة مهما كان الشخص اللي قال لك غير لما أنا كمسؤول أو كابتن عبد العزيز يكلمك واحد مننا إحنا الأثنين معناها أنه خلاص لجنة الكورة اجتمعت وجاز الفني اجتمع معهم وتخلص إجراءة التنفيذ إنما تقول أصل فلان كلم رئيس النالي أصل اللي مش عارف إيه أصل اللي قال لي جاهزي عم ورقك أصل بتاعه عندك السعادات تعمل إيه وعندك شيء مش معناها أنك أنت تشرح وأكدت عليه مرة واثنين وثلاثة حتى ما أكلم لي بعد كده قلت له أنا قلت لك إيه قال لي بس فلان قال لي قلت له أنا قلت لك إيه لما أنت قلت له فلان قال لي اتنازل أنا قلت لك إيه فسكن لكن في كل الأحوال هو لان يدار لأنه برضو زي ما إحنا حرصين على أن إحنا نتعخذ معي لعب حرصين على أنه ما يضحش حقه وهناك وعد أنه هو مش هيتظلم ده سؤال مهم العش لن يظلم لن يظلم وحصل حوار فعلا بشكل مسؤولين كبار ووعدوا أنه هما إذا لم ينتقل عش الأهلي لو الأهلي مضمش العش مستحقاته مضمونة عند عند النادي بتاعه ودي ديجل دي نقطة مهمة جدا لأن الحياة مسألة برضو أخلاقية أنا قلت له هذا الكلام ده كلام مهم جدا